المتتبعي قناة أنفاس بريس مرحبا بكم في لقاء جديد خلال هذا اللقاء سنستضيف السيد مصطفى شعون رئيس الالتحاد الافريقي لمنظمات النقل واللوجستيك من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تعلقوا بالنقل البري أي النقل الطرقي سي شعون مرحبا بك شكرا جديد عن فاس على الاستضافة وتحية لجميع المتتبعين الكرة سي شعون مهمة من المهانية عن النقل عنده الكثير من الملاحظات حول معمار الكركارات والمشاكل التي تعاني فأريد أنك تلخط لنا أهم المشاكل التي تعاني هذه المهانية عن النقل بطبيعة الحال كما ذكرتوك وهو موضوع الساعة اليوم أن الإشكال كان دائما قائما في هذه المعبرة للقرقارات كما كتعرفوا بأن المبادرة التجارية اليوم خصوصا بين المغرب والدول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار المبادرة أو في إطار الصادرات المغربية من جموعة هذه المواد كتمرت عبر هذه المعبرة للقرقارات لكن مع الأسف الشديد أنها بعد المعبرة للقرقارات هناك منطقة عازلة أو فاصلة تخضعوا للمراقبة الأمم المتحدة لما يطلقوا عليها بمنطقة القنضهار هذه المنطقة في كل وقت من الأوقات تستغلوا بعض الميليشيات قطعة الطرق أو ما يسمى بجفعة البوليزاريو لتشويش على هذه المبادرات التجارية وهذه الصادرات المغربية وهذه المركبات التي تتأمل لنا تستغل مجموعة هذه المواد للمغرب اليوم يراهن عليها في تدور إفريقية جنوب الصحراء هذا الموضوع كيفما تطلقتوا له وطلقنا له فيما مرة أنه موضوع اللي يلقاب فيه المهنين للنقل الطرقي أو النقل بري صعوبة كبيرة مما تنتج عليه أضرار خصوصا في البضاعة التي تتنقل خصوصا هناك مواد طازجة خصوصا هناك مضايقات واعتداءات في بعض الأحيان على المهنين النقل والصائقين المهنين على الخصوص نعرف الظروف الصحراء المغربية والظروف الأقليم الجنوية لا يوجد أبسط الشروط لأن المهنين يكونوا محميين أولا قبل المعبر وبعد المعبر كيف تقريب أن الشاحينة تتمر من البعبر؟ وهو تقريبا المعدلية كانت المعبرة في إنسيابة إنسيابية للمرور كانت عبر 800 شاحينة يوميا مع أداء يوم السبت والأحد لأن السلطات الموريطانية لديها نظام خاص كذلك في المرور بين المغرب والموريطاني كيف تعمل معكم الثلاثات الموريطانية؟ الإشكال لا يوجد في السلطات الموريطانية والإشكال الحقيقي هو أن يكون في بعض القبائل في الموريطانية بعض المرات يكون هنا قطع الطريق أمام الشاحينات وليس لديها الاحتجاجات على بعض القبائل في الجارة الشقيقة الموريطانية ولكن هذا الأمر لا يوجد دائما يوجد كل مرة في السنة مرتين في السنة الإشكال دائما كيف ما قلت هو في المنطقة الفاصلة أو المنطقة العازلة التي تخضع المراقبة الأمم المتحدة وهي ما يسمى برقان ظهر هنا المشكلة الحقيقة اليوم لي يعيشوا المغرب ويعيشوه ميهني النقل الطرقي أو ميهني النقل البري اللي يديرون النقل الدولي فتجاه إفريقيا جرم السحر يعيشوا هذه المشكلة ويعانيوا منهم معانات كبيرة جدا كميهني النقل واشد الموضوع فتحتوه مع الحكومة العثماني وكيف كان ردهم؟ الموضوع هو مفتوح تقريبا هذه أكثر من 11 سنة قبل حكومة عبد الله بن كيران ولكن الرد هو أن المغرب اليوم في إطار احترام كل مواطق الدولية وإحترام قرارات صادرة على المجلس الأمن الدولي أنه يحترم القرارات صادرة على الأمم الأمم المتحدة وخير ودليل أن أول أمس الأمم المتحدة صادرة بلاغا وأمر أن المنشيات ما يسمى بالجبات البوليزاريو أنها تخليق المكان تحت طائلات عقوبات مشتدة على الجزائر وكذلك على ما يسمى بالجمهورية الوهمية الحكومة تتعامل بمنطق أن المغرب اليوم لديه استراتيجية الميناء للدخلة العطلسية أن هذا الميناء هو الذي يقدره المشكلة ولكن مع الأسف لا كان هناك تفاعل مع هذا الموضوع خصوصا أن الضرر دائما يلحق المهنيين تقريبا كل شهر هناك إشكالات وإعتداءات ومشاكل كبيرة جدا لأن هذه المهنية اليوم في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومعيشها المغرب وأنهم هما في وقت من الأوقات بقاءوا يؤمنون لنا الصادرات المغربية ويضمنون للدول المغربية أنها تحصل على العملة الصعبة خصوصا في التزامات المغرب مع عدة دول الأفريقية في الصادرات كما تعرفون وخصوصا في المتابعي الكرام ومتابعي الكرام لقناتكم تلفزي أنفس أن مجموعة المواد الطازجة اليوم هي التي تصدر الأفريقية سؤال لي، كيف نونع الاستلاع الذي يصدرها المغرب للدول الأفريقية؟ وتتمر عبر القرقرات؟ هناك التزامات أولا كان عدة مواد الغذائية الطازجة أولا المواد الاستهلاكية، كذلك المستلزمات الطبية المغرب اليوم عنده عدة التزامات مع عدة دول في إطار اتفاقيات بين مجموعة دول وكذلك المواد أو نصح التعبير جهازات التي تحتاجها بعد مجموعة المقاولات اليوم هي تديروا دور كبير وكبير جدا في بعض الدول الأفريقية وأغلبي الدول الأفريقية كالبونوك وكالشركات الإسمانت وكالمنعيش العقاري اليوم هذه المؤسسات الوطنية التي تركزت في إطار استراتيجية ليرسم هذه الدولة المغربية ويرسمها صاحب جلال ميك محمد سيدنا صلى الله في هذا الإطار هذا اليوم هي تحتاج النقل الطرقي أو النقل البرري من أجل نقل كل هذه المستلزمات إلى الدول التي هي اليوم تشتغل فيها وكتقدم فيها خدمات في هذه المقاولات وكتقدم في بعض الدول الأفريقية من خلال الأمور وكتقدم في بعض الدول الأفريقية من خلال الأمور ما هو رد الفعل الحكومة ووزارة الجهيز والنقل واللوجيستيك بخصوص هذه المشاكل التي تتعانيها بشكل يومي تدقل للإستفاة؟ الحكومة لم تبدأ أي تفاعل ما داما إلا إلى الستثنين وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن وزارة الخارجية دائما تتابع على هذا الموضوع لأن الموضوع مهم جدا الحكومة في رئاسة الحكومة أو شخص وزارة النقل اليوم كنت تتكلم على أن هذا الموضوع هو موضوع مطروح لدى الأمم المتحدة وهذا الموضوع هو موضوع لا على المستوى المشاكل التي تتعانيها منها المشاكل لم يكن هناك تجاوب أعطينا عدة اقتراحات للوزارة تشهيز والنقل واللوجيستيك والماء ولا كذلك المجلس الجهة والدخل والذهاب ولا كذلك وزارة الداخلية تخفيف غير المعاناة المهنيين والتصائق المهني من خلال المرور ديالهم من الأقليم الجنوبيين لما كنت تعرفوا بأن هناك صعوبة وصعوبة كبيرة ديال المرور الشاحنات والوقوف ديالها والمحطات اللي ستكون مؤمنة من أجل تأمين السلاع وكذلك من أجل يعني لأنها تصائق المهني لأنهم هم اللي هو النطر البشري هو الحلقة المهمة فهذا العملية كلها اللي كنت تتكلموا لها هو هذا كصائق المهني وشيك أنتما شئين مقترحات ديالكم يعني كالتيحة إفريقي أو كمنظمة نقل روجيستيك أشيان مقترحات ديالكم باش تتقلوا من هذه المعبر الحدودي أعطينا عدة مقترحات أول مقترح وهو أننا تكون محطات ديال راحة والسلاحة على طريق وطني رقم واحد لأن هذه الطريقة خصوصا من تزنيت إلى المعبر الحدودي هذه المحطات الراحة والسلاحة ستكون مجهزة بوسائل ضرورية أولا من أجل أن هذا السائق المهني يحتر مقانون سير لأن هناك ساعات سياقة وراحة أولا ثانيا من أن هذه البضعة أو هذه المقطورة تكون في أمان لأن هناك سارقة هناك اعتداءات على الطريقة الوطنية خصوصا من العيون إلى الدخل أو إلى القرقارات كذلك تكون الأماكن السائق المهنيين اللي يلقوا فيها المنتجات الغذائية اللي ستقدروا تزودوا بها في انتظار أننا نحل المشكلة على مستوى القرقارات كذلك اقترحنا كاقتراح أخير أن مركز بيرجندوز يكون هو المنصة من أجل أن جميع الشاحنات يمروا لهذا المركز لأنه 80 كم على مركز القرقارات ومن ثم تكون النسيابية للمرور الشاحنات شاحنات وراء أخرى يعني حسب الأحوال وحسب الظروف التي توجد في القرقارات لأن اليوم خلينا جميع الشاحنات التجهور للمعبر الحدودي في وقت من الأوقات أن هذا المعبر تقفل أو تسد بشكل أشكال كما سبقنا وطرقنا لأنها كانت قطعة الطرق والناس الذين يشوشوا على المرور الشاحنات من بعد تتراكم أكثر من 100 شاحنات أو 120 شاحنات فعندما يتراكمه لم يكن القوش في هذا المعبر الحدودي محطات الراحة ولم يكن القوش كذلك للمستوصف أو مكان يتعالجوا فيه السائقين المهانين أو المساعدين لأن هذا إشكال آخر يعانيهم منه المهانين للنقل لأنهم يمشون الدول الأفريقية جاءوا بالسحر ويرجعون بأمراض وكانوا بعض السائقين التي توفّوا من جراء السائقات الدباب أو الأمراض التي يمتواجدها في القرار الأفريقية وخاصة الشعون نخليهم مع برقرقرات ومنجول المشاكل التي تعانيها القطاع النقل الطرقي في المغرب هنا كمان يقول بأن مهانيون النقل الطرقي من عشاق الاحتجاجات لأن القطاع النقل هو من أكثر القطاعات التي تعرف احتجاجات متسلل منذ عشر سنوات أو 11 سنة تقريبا وما هو من عشاق الاحتجاجات؟ استحمد العشق لا أعتقد أن هناك عشق الاحتجاجات أكثر من هو فرض أمر الواقع لأننا نحن بعضها في المغرب داخل المنظمة الديمقاطية النقل واللوجيستيك آخر وسيلة من الوسائل التي يمكننا أن نعبر عليها هو الاحتجاج لأن الاحتجاج لديه تكلفة لأن الاحتجاج لا يمكن أن يخرج أي واحد يسترجم من أجل الاحتجاج أولا الإشكال الحقيقي لأن جميع مهني النقل بجميع أصنافه خاصة النقل البر أو الطرق إلى البضائع أو المسافرين كان إشكال بنيوي ونحن سبقنا ونبهنا الحكومة المنتهية والحكومة الحالية أن الإشكال هو إشكال بنيوي قانوني محد لأن القطعة تطور في وقتين من الأوقات توسع ولكن البنية قانونية وهيكلية غير متينة والدليل أن الجائحة اليوم فجأت أن جمعة القطعات تصنفت في قطعات غير المهيكلة خير ودليل أن الاحتجاجات المهنين كانت احتجاجات معقولة غير ما كانت موجهة يعني الفكرة التي تتوحد على المهنين وهو الإصلاحات القانونية في القطع لأن القطع كان ضاهير ينظم القطع ولكن مع الأسف هذا الظاهير من سنة 1963 بغض النظر على التعديل الذي يقع فيه بعد تحرير النقل البضائع هذا الظاهير اليوم أصبح متجاوزا في إطار التطورات التي تعرفها القطع وفي إطار التطورات التي تعرفها العالم والمحيط الإقليمي والدولة المغربية لأننا نحن تطورنا في عدة إسماجات في قطع النقل لا يمكن أن نخفيها في إطار البنية التحتياف وإطار مجموعة هذه الأشياء هذه القوانين جاءت مدونة تصير أنا أقول بأنها متقدمة لأنها مدونة تغمى الاحتجاجات التي كانت فيها ولكن هي ترسانة قانونية ولكن اليوم أصبح من الضروري أن هذه الاحتجاجات وهذه الحكومة الحالية في نهاية الولاياتية إذا كانت عندها إرادة أنها تفتح نقاش حول إصلاحات قانونية من خلالها اليوم لمالاء مدونة النقل ونجمعوا هذا الأنمط النقل الكامل في إطار المدونة التي ستكون واضحة وبين المهنيين وكذلك الرأي العام وكذلك الجسم الصحفي لأن الجسم الصحفي لسمحة المستهوى المتابعة الكبير لكي تابع المشاكل التي رقتها عن النقل كما قلتوا بأنه دائما في الواجهة ودائما في الاحتجاج أنتما كمنظمة وماذا لحتوء؟ وماذا فرق ما بين الحكومة السلعثماني والحكومة السلعثماني والحكومة السلعثماني في التعامل مع القضايا عن النقل الطرقي؟ أنا أظن أنها استمرارية للحكومة السعب دينا بن كيران استمرار يعني الوزارة قادها نفس الحزب إلى يومين هذا الحاكم أو الحزب إلى المرتبة الأولى تقريبا نفس العقلية نفس التوجه نفس استراتيجية العمال مع الأسف لا يوجد هناك أشياء التي هي من الموسى كان هناك حوارات ولكن الاقتراحات المعقولة التي نقدمها كفاعلين مهنيين لا تتخلص مع الاتباركت دائما الوزارة غالق على راسها في إطار الخبراء وفي إطار الأقسام التي لديها تحل المشاكل من منظور إداري ومنظور مهني هناك من يحل إلى زمان كاريم غلاب بالنسبة للمهني النقل الطرقي؟ هل تتتافق معهم؟ لا تتتافق ولكن بالنسبة لكاريم غلاب كان هناك حوار كان هناك إنسات في وقتين من الأوقات كانت تحتجاجات التي يعرفها المغرب أول مرة يعرف بأن الشلل التام لجميع قطاع النقل يبانع مدونة السير 052 ولكن اليوم أظن أن القطاع تطور أكثر من قطاع تطور وكان رهانات مستقبلية لأن اليوم كنت تتكلم عن المحطات اللوجيستيكية كنت تتكلم عن الجهوية المتقدمة كنت تتكلم عن القوانين المتقدمة للقانون لا تمركز إداري كنت ترسانة قانونية كنت وجه جديد في البلاد لابد أنها قطع النقل كذلك يواكب هذه الجهوية المتقدمة أو الموسعى ويواكب انتظارات الدول المغربية لا في إفريقيا جنوب الصحراء ولا كذلك في أوروبا لأننا ما زلنا نؤمن إلى يومنا هذا كذلك وهنا نريد أن نشكر جميع المهنيين وجميع السائقين المهنيين للخصوص اللي في ظروف معينة بقوا صامدين وبقوا يشتغلوا وبقوا يؤمنون الأمن الغذائي والأمن الطاقي وكذلك يؤمنون التزامات دي المقاولات المغربية دي الدول المغربية لا في إتجاه دول أوروبا أو في إتجاه دول إفريقية جنوب الصحراء شكرا شعون وشكرا جزيلا على قبل الدعوة شكرا جزيلا متتابعي قناة فاس بريس وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله